اهلا بكل مشتركين كرات عربيتي في الفيديو النهاردة هنتكلم عن سكودا اوكتافيا اي ايت الشكل الجديد 2021 في مصر تابعوا معنا الفيديو للنهاية اعلنت شركة كيان وكيل سيارات سكودا في السوق المصري عن طرح سيارة سكودا اوكتافيا اي ايت 2021 الشكل الجديد رسمية وذلك بعدما تم تقديم السيارة في الخارج منذ فترة واصارت السيارة الجدد نظرا للتصميم الخارجي المتميز الذي تم تقديمها به والذي يظهر امامكم في السوق سيارة سكودا اوكتافيا هي سيارة سيدان مدمجة الحجم تأتي هذه السيارة لتنافس مع سيارات مثل هوندا سيفك وتيوتا كرول كما تنافس رينو ميجان وهونداي الينترا سي ان سيفن السيارة في شكلها الجديد جاءت اكثر عصرية عن الشكل الصابع كما نجد انه يقترب من تصميم سكودا سوبيربا جديد نجد في المقدمة شبكة امامية بخطوط عمودية مع فرين من الكرون ونجد على يمينها ويسرها كشفات امامية لد بالكامل مع اكسدام في الاسفل بسيط بفتحات تعطي شكل عصري هجوم مع كشفات ضباب امامية مدمجة داخل الاكسدام بشكل متميز بشكل عام الشكل الجديد من السيارة يأتي اكبر من الشكل السابق واوسع من الداخل من الخلف نجد شكل جديد للكشفات الخلفية مع كلمة سكودا بعرض الشنطة الخلفية بشكل حديث جميل جدا كما احتفظت الشركة في الشكل الجديد من اكتافيا بالميزة التي تميز اغلب سيارات سكودا وهي المساحات الوسعة فنجد مساحات الشنطة الخلفية تصل الى 600 لتر وهي الاضخم في فئة السيارات السيدان مدمجة الحجم اما عن التصميم الداخل للسيارة فجاء عنيق جدا حيث نجد شاشة وسطية اسفلها فتحات التكييف الامامي مع ازرار البيان كما نجد التارا مالتي فانكشن وخلفها شاشة عددات ديجيتال كما نجد نظام اضاءة داخلي متميز جدا معصفات اكتافيا 2021 بالنسبة لمحرك 4 سلندر 1400 سي سي تيربو قوة 150 حصان عزم دوران 250 نيوتن للمتر نظام جر امامي العجلات فتيس اوتوماتيك اعتيادي 8 سرعات تصرع منزير المية في 9 ثواني اقصى سرع للسيارة 223 كم في الساعة متوسط استلاك البنزين 5.5 لتر لكل 100 كم المحاصفات بتاعت المحرك بتاع اكتافيا 2021 طبعا وجود مطور تيربو قوي زي ده فالفئة دية حيخلي بقية الشركات الاخرى حتى تتصرع لاطلاق محركات اقوى لتتمكن من المنافسة يتم تقديم اكتافيا في السوق المصري بتجهيزات عديدة منها كشفات لد امامية وخلفية بالكامل مع اضاءة لد نهارية وكشفات ضباب امامية وخلفية كما نجد زجاج خلفي فامية وتطعيمات خارجية من الكروم مع شبكة امامية باطار من الكروم ومرأة جانبية تدعم التسخيط كما نجد الاستغناء عن الفتيس الاعتيادي واستخدام الشفت بايوير المتميز ونجد ايضا كاميرا خلفية ومثبت سرعة وطارة مالتي فانكشن من الجلد مع فرش من الجلد باجزاء من اللون الاسود والرمودي ايضا شاشة وساطية 8 وربع بوصة تدعم ابل كار بلاي واندرويد اوتو تتصل هذه الشاشة بنظام صوتي داخلي من 8 سماعات مع دعم البلوتوس والاهم للصوتية كما نجد شاشة عدادات ديجيتال بقياس 10 وربع بوصة وايضا امكانية شحن الهواتف لاسلكيا مع 4 مداخل USB Type-C ونظام الاضاءة الداخلي وعن جنود السيارة فهي تأتي 16 و 17 بوصة اما عن وسائل الامان في السيارة فهي تأتي مع ABS eBD ونظام رقبة الجر ونظام القفل الالكتروني وفرام اليد الالكترونية ونظام السبات الالكتروني ونظام قياس داخل الاطارات ونظام المساعدة في المنحضرات كما تأتي مع حساسات ركن امامية وخلفية كما نجد نظام المساعدة في الركن وتقدم السيارة في الفئة الاولى باثنين وسائد هواية فقط بينما في الفئة التانية تم اضافة وسائد هواية جانبية اما بالنسبة للأسعار تم تقديم اكتافيا في السوق المصري بفئتين فقط وكانت تقدم في الموديل السابق بثلاثة فئات بأسعار تبدأ من 360 ألف جنيه وحتى 450 ألف جنيه اما الشكل الجديد الفئة الاولى تكون بسعر 400 ألف جنيه اما الفئة التانية ستايل بسعر 460 ألف جنيه وبكده يكون انتهى التقرير بتاعنا عن سكودا A8 2021 وما تنساش لو عجبك بالفيديو تعمل له لايك وشير وتشترك في القناة واستمرونا في فيديوهات جاية من قناة عربيتي ترجمة نانسي قنقر